المعركة الطوفان الأقصى هي التي شكلت الضربة بتعبير سماحة السيد الخامن إدامة ظله الشريف الضربة التي غيرت مجرى تاريخ الصراع بيننا وبين الكيان الصهيوني وزلزلت الكيان الصهيوني من الداخل زلزالا شديدا وإن شاء الله هذه المعركة ستؤدي إلى زوال الكيان الصهيوني قريبا إن شاء الله كما ذكر أيضا سماحة الإمام السيد علي الحسين الخامن إدامة ظله الشريف أن معركة الطوفان الأقصى اشتثت أمريكا هي هزيمة ليس فقط للكيان الصهيوني هي هزيمة لأمريكا وهذا مؤشر على أفول هذه الأمبراطورية الإمبريالية الاستكبارية من المنطقة وبالتالي سينتصر بذلك المستضعفون وسيكون ذلك اليوم الذي يفرح به كل المستضعفين في العالم وكما وعد سماحة السيد الإمام علي الحسين الخامن إدامة ظل الشريف سنصلي قريبا في القدس سنصلي مسلمين ومسيحيين إن شاء الله وسيفرح بذلك المستضعفون في كل العالم ترجمة نانسي قنقر